نشرة الظاهرة في موعدها الرمضاني الرابع والنصف وهذه أبرز العنوات حملة تلقيح وطنية استدراتية ضد داء الحصب المعروف بيننا ببوحمرون مالي المعني ولماذا في مساهل الظاهرة ضغط مروري يتأكد في ساعات الذروة في شهر رمضان سورة من الدار البيضاء ومن بين المحاول المكتبى الطريق في دار بوعزة المسار قد يتطلب من المعريف مثلا نحو ساعة من الزمان من دار بوعزة تنضم إلينا جهان دبلالي بعد قليل المغرب يمنح الأمة حق إنجاز أو تجديد جواز سفر الأطفال بالخارج والإجراء سيحل الصعوبات المرتبطة أساسا بإصدار وثائق السفر للأطفال القاسرين من الوالدين المطلقين يلا باموس الشعار الرسمي لكأس العالم لسنة 2030 والنيبة إنيستا كريسيانو رونالدو بونو غزلاش باك وأشرف حكيمي من بيني سفراء كأس العالم أهلا بكم الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح ضد دائل حسب المعروف بيننا ببوحمرون أو الأطفال الذين لم يستكملوا الجرعات بمعنى أنهم تلقوا جرعة واحدة فقط باب التلقيح أو الاستدراك في التلقيح فتح اليوم في حملة وطنية واللقاح فيها بالبشران في جميع المراكز الصحية حسن بن ربح هي حملة وطنية استدراكية واسعة لتعزيز التلقيح ضد وباء الحسب المعروف ببوحمرون أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وذلك لتصدي الانتشار الأمراض الوبائية وهي سياسة استباقية تهدف للرفع من مستويات التلقيح عند الأطفال إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 وإعمال مبدأ الوقاية أفضل من العلاج طرق الوقاية وهي التلقيح تركز على التلقيح لأنه في بلادنا الحمد لله كان التلقيح خاصنا نتفكروا المواعيد ديال التلقيح ديالنا عندنا التلقيح تبدأ الحسبة بداء 119 شهور وتكون تذكير في عام ونص بلاغ الوزارة الوصية شدد أيضا على ضرورة مراجعة الدفاتر الصحية للأطفال وضرورة استكمال الأطفال الجرعات لمن تلقى جرعة واحدة فقط هذه الناس اللي نسوا ما لقحوش أولادهم واللي داروا لهم عجرها واحدة فغادي تم الاستتراك ديالهم حتى السن ديال الخمس سنين ولا حتى الدخول في السنة الأولى من الهيط حضيري من ضمن أعراض الحسبة أو بحمرون السعال التهاب الحلق والعينين طفح جلدي والظهور بقع بيضاء داخل الفم والتهاب الرئى وهو مرض خطير ومعدي ضغط مروري يتأكد في ساعات الدروة تحديدا ما بعد الثالث زوالا في شهر رمضان على الخصوص وصورة من شوارع الدار البيضاء من بين المحاول المكتدة الطريق إلى دار بعزة قد تتطلب من المعارف مثلا نحو ساعة من الزمن زاد من حجم الضغط المروري الأشغال المفتوحة الآن لتهيئة الطريق بدار بعزة فرد المسار على مستعمليهاته الطريق أثناء تقدم أشغال بناء نفق لغكاد والذي سيربط جنوب الدار البيضاء بجماعة دار بعزة يتطلب الأمر الكثير من السبر المشروع حاليا سيتطلب مدة لا تقل عن عشرة أشهر وبغلاف مالية وصل إلى ملياري ترعا وتنضم إلينا جهان دبلالي من دار بعزة أهلا بك جهان إذن ضغط مروري يتأكد الأمر لا ينحصر فقط على هذا المسار الطرقي لكن ربما زاد من حجم الضغط تهيئة طريق في هذا المسار تحديدا من المعارف لدار بعزة الأمر قد يحتاج ساعة من الزمن نعم سناء أهلا بكي وبالمشاهدين نتوجد في هذه الأثناء على مستوى طريق أزمور وكما تشاهدون خلف الطريق المؤدية إلى مدينة الدار البيضاء عبر مدخلين مدخل الحي الحسني وعيندياب وأمامي الطريق المؤدية إلى دار بعزة تمارس درحال أزمور والجديدة جنوبا سناء قد سجلنا ومنذ وصولنا إلى هذه النقطة منتصف ناهر اليوم اكتضادا منقطعا نظير خصوصا في فترات الذروة بمناسبة هذا الشهر الفضيل وكذلك الاكتضاد يتزمن مع بداية أشغال تهيئة الطريق الوطنية 322 التي ستمتد إلى دجنبر من هذه السناء بحول الله سناء نشير إلى أن الغلاف المالي الذي خصص لهذه التهيئة قد وصل إلى ملياري درهم منها 544 مليون درهم مخصصة لنفق لاروكاد والذي سيمتد على مستوى 3 أشطر شطر أول يمتد على مسافة ألف متر شطر ثاني يمتد كذلك على مسافة ألف متر وشطر ثالث وأخير يمتد على مسافة 300 متر وذلك للتخفيف من الاكتضاد الواقع في هذه الطريقة الساحلية والضغط اليوم خصوصا أن منطقة دار بعزة ولاد عزوز أصبحت تعرف كثافة سكانية مرتفعة سناء يجب الإشارة إلى أن الأشغال ستنتهي بعد عشرة أشهر وسيتمكن مستعملي هذه الطريق من ولوج نفق لاروكاد ويجب الإشارة سناء والإشادة إلى العمل الدؤوب والمجهودات الجبارة التي يقوم بها رجال الأمن وذلك لانسيابية الطريق وتسهيل حركة المرور والسير هنا وأكيد جهان الأمر يحتاج الكثير من الصبر خاصة في ساعات أذر والكثير من التسامح أثناء السياقة شكرا لك جهان كنت معنا مباشرة من دار بعزة في دار البيضاء كما بمدن كبرى بات البعض يفضل اليوم التنقل باستخدام تطبيقات ذكية بدلا من سيارات الأجرى بصنفيها في غياب ترخيص خاص بهذه التطبيقات إلى حدود الآن على الأقل سؤال تطبيقات النقل وجهته كلمة القانون لممثلي الجانبين معاً أي سيارات الأجرى وتطبيقات النقل الذكية وهناك موثل قطع سيارات الأجرى الصيف الأول من دينة أكادير كان حاولوا مرة مرة أننا نتصدوا لهذه التطبيقات الذكية لأنها بدون ترخيص أولاً وبالنسبة للنقل العمومي أو للنقل الجماعي ربما اعتغل الحافلات والسيارات الأجرى بصنفيها ولكن هذه التطبيقات يعني إغزات العالم كامل ونحن بصدد أن ننجلوا واحد اتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة دلنا مع هديجا واحد دوري ينيون باش ندخلوا في هذه التطبيقات لأنها أصبحت شي حاجة لهي ضرورية تقدمنا بمسودة مشروع قانون للوزارة النقل من أجل تقنين دي لوسائل النقل عبادة التكنولوجية الحديثة مقابل أجر وما زال هذا الأمر هذا بين الأخذ والرد يعني ما زال ما تطعتناش واحد واحد لسميته باش نبدو العمل هنا في مدينة أكادير وينضم إلينا ومعد ومقدم كلمة القانون عبد الفتح مون أهلا بك عبد الفتح أهلا سانا إذن ما هي حيتيات الموضوع أساساً بدنا نشاهد مؤخراً مقاطع فيديو توثق لجدل بين أصحاب سيارات الأجرة وأصحاب التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل نعم سانا للأسف كما قلت الشارع تحول إلى صراع بين الصينفين باعتبار على أنه سيارة الأجرة تعتبر نفسها هي المخولة قانوناً ولها الترخيص لممارسة النقل الجماعي وكذلك أصحاب التطبيقات يعتقدون أنه هناك المواطنين من يطلبوا خدمتهم وبالتالي تحول الشارع بين وحد الفراغ وحد الفراغ قانوني لأنه ما كيش ترخيص لحد الآن لممارسة هذه الأنشطة إذن كلنا نتذكر السنة الماضية بلاغ ولاية جهة الدارة البيضاء الذي تنفي فيه الترخيص لأي شركة تنشط في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية وتحذر المواطنين من التعامل مع هذا البلاغ لم يوقف هذا النشاط حيث ازداد تعامل المواطنين مع هذا النوع من النقل القصة بدأت عندما منحت وزارة الداخلية في شخص العملات أو الولايات سيارة الأجرة إمكانية لاستعانة بالتطبيقات الذكية وفق دفتر تحملات يوضح الشروط التقنية للعمل بذلك فعلا بدأت بعد سيارة الأجرة العمل بذلك على الخط دخلت كذلك بعض الشركات التي تستعمل التطبيقات بدون الحصول على الترخيص كما أكد ذلك بلاغ ولياة الدار البيضاء استطعت بين الترخيص المملوح للسيارة الأجرة واشتغال شركات وأصحاب سيارة خاصة كذلك أصبح الشارع للأسف مسرحا للصراع والتنافس حول تحول أحياني للتشابك بالأيدي وكسر السيارات ويبقى المواطن يتعامل مع الاثنين في انتظار سنة ضبط العملية من الناحية القانونية أنا مخفى عند هذا الشق القانوني أساساً على تفتح مومد حالياً إلى حدود الآن على الأقل ما كانت ترخيص بالنسبة الناس الذين يختاروا هذه التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل لكن ماذا يقول القانون في ظل هذا الفراغ؟ في ظل هذا الفراغ القانوني يعتبر مستعمل هذه السيارات كمن يستعملوا النقل السري وبالتالي يطبق عليه أحكام الفصل 95, 96 و 97 من قانون أو من المدونة السير إذن تنص المادة 96 لمدونة السير أن الإدارة تصدر قراراً بتوقيف رخصة السياقة لمدالات تجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود وفي حق كل سائق مركبة يقوم بالنقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على وثائق النقل التي تحدد الإدارة كما يتم محجز السيارة لمدة خمسة عشر يوماً سنة الناس التي ينقلوا هذه السيارة تفشكي وقفوهم الأمن أو الدرك فكي يخذوا رخصة السياقة كتوقف لمدة ثلاثة أشهر ويتم استخراجها من وزارة الجهيز وكذلك يمر عبر حكم تصدر المحكمة المتدائية لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة العود لمدة ستة أشهر مع وضع السيارة في المحجز لمدة خمسة عشر يوماً شكراً لك في انتظار السنة بطبيعة الحال للقانون الذي يمنح الترخيص لأنه إذا كان هناك فائدة للمواطن وعندنا تجارب دول أخرى سبقتنا في هذا المجال شكراً لك عبد الفتاح مؤمن على كل هذه التوضيحات في كلمة القانون شكراً سلام اندلعت مجدداً السنة اللهب اليوم بواحة أولاد شكر بجماعة أوفوس بإقليم الراشدية كما تشاهدون في هذه أصور التي وصلتنا قبل قليل حريق بواحة ولاد شاكر يخلف خسائر فادحة في أشجار النخيل ووفق مسادر محلية فإن الرياح القوية التي تشهدها المنطقة ساهمت بشكل كبير في اتساع رقعة الحريق وانتشار ألسنة النار وهذه الأجواء المطبوعة برياح عاتية ينتظر أن تستمر في الراشدية ليوم غد الخميس الراشدية مشمولة بنشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية تتوقع رياح عاتية مع تطاير للغبار رياح بسرعة ستتأرجح ما بين خمسة وسبعين كيلومترا في الساعة وتسعين كيلومترا في الساعة غدا الخميس تهم إلى جانب الراشدية المدن التالية وجد أنقاد جرادة في جيك توريرت ميدلت أزيلال وارزازات بولمانت غير قرسيف صفر خنيفرة ثم بن ملال وكما أسلفت ذكرى في العنوين المغرب يمنح الأمة حق إنجاز أو تجليد جواز السفر للأطفال بالخارج هذا الإجراء سيحل من الصعوبات المرتبطة بإصدار وثائق السفر للأطفال القاسرين من الوالدين المطلقين بصفة خاصة روبرتاج يونس رفيق شهد قرار بعض القنصريات المغربية بالخارج يعطي الحق لنساء المغربيات باستصدار جواز السفر لأبنائهن القاسرين دون اشتراط موافقة الآباء تفاعلاً كبيراً للرأي العام على المستوى الوطني لا يجب أن يكونوا التعقيدات بالإنكلاد زواج للأطفال لأنهم كل فابيرهم عندها مسؤولية لا يجب أن يكون موافقة لهم لا يجب أن يكون ضروري من هذا المصلحة لهم لديها أولى هي الأولى لا يجب أن يكون لديها حق مثلاً غير في التربية لهم وفي اللباس وفي الأكل وفي الشرب وفي خضم الإجماع على المصلحة الفضلة للأبناء يرى الحقوقيون أن هذه الإجراءات التي تسبق مدونة الأسرة الجديدة رغم أهميتها تبقى غير كافية ماذا هو الضرر الذي ستسبب فيه إلى صوت الوليدي أو ابنيتي واحد يتقى وطني أو واحد يتجاوى الصفر حيث جاوى الصفر لم يكن سفر وبطاقة التعريف وطني نعرف أن الوليدات اليوم ركضوا يزور باك وهم باقي دمين إذا كان نزاع ما بين طريق وطريقة ومتعنس أحد الطرفين أنه يوقع وكان يلقى قصد نائب شرعي نسلحة الفضلة للأطفال كالضاء هذه الإجراءات وتغيرات ومطالب ومقترحات يجب أن أخذها باعتبار مسألة الولاية القانونية لكي تصبح مشتركة في كل المجالات ومن شأن أجرأة هذا القرار تبسيط المسطرة الإدارية المتعلقة بحصول القاصرين على جواز الصفر مع الحفاظ على حق الوالد في اللجوء إلى المسطرة القضائية من القنيترة إلى غزة جسر إنساني فتحت الرباط بتعليمات ملكية دعما لأبناء القطاع في شهر رمضان المساعدات الإنسانية التي وصلت برا إلى الغزيين توزعها أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني على أسر فلسطينية تواجه وضعا إنسانيا صعبا للغاية في دل استمرار الحرب عودة إليك يونس رفيق تخفيفا من معاناة أهل غزة النازحين في المخيمات بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر تجد المساعدات المغربية طريقها إلى المتضررين وخصوصا الأطفال بإشراف من الهلال الأحمر الفلسطيني نشكر المملكة المغربية نشكر كل صغير وكبير ذكر الأطفال تبعونا وجابوهم حليبهم مساعدات هذه من المغرب بتخفف على أهلنا وعلى أطفالنا مساعدات غذائية متنوعة في خضم عملية إنسانية كبرى لسكان الفلسطينيين تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية نحن في شهر رمضان الفضيل جاءت هذه المساعدات تأخفيفا عن هؤلاء النازحين وأيضا جاء استكمالا لدور المغرب في دعم الشعب الفلسطيني هو دأب أهل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي أبى إلا أن تصل المساعدات الغذائية عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريفة وغزة اليوم لليوم السادس والستين بعد المئة الحرب لم تتوقف بعد وتجويع بات سلاحا في يد المحتل الإسرائيلي أزيد من مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في مشاهدات سائل الضمير الإنسانية والقطاع يستمر محاصرا وتحت القصف الإسرائيلي إسبانيا ينبغي أن تجمعها العلاقات مع المغرب الذي يعتبر الشريك الأساسي لإسبانيا والكلام هنا لوزير شؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوس مانويل الباغس الباغس متحدثا أمام مجلس الشيوخ الإسبانية قال بالحرف يجب أن تكون لإسبانيا أفضل العلاقات مع جار مثل المغرب وهذه القاعدة من بين قواعد السياسة الخارجية وسياسة الدولة كما سلط الضوء الباغس على الروابط الإنسانية القائمة بين البلدين مشيرا إلى أن ما يقارب مليون مغربي يعيشون في إسبانيا ونحو 17 ألف إسبانية يعيشون اليوم في المغرب وبين المغرب وإسبانيا والبرتغال حلم قارتين تلتقيان في منديال 2030 يلا باموس هو الشعار الرئيسي لكأس العالم لسنة 2030 نيبة نيستا رونالدو حاكمي بونو غزلان شباك من بيني سفراء كأس العالم لألف 2030 محمد قردا يلا باموس 2030 شعار مشترك لتنظيم ثلاثي لمنديال يجمع إفريقيا بأوروبا شعار بلغات البلدان الثلاث المستضيفة للدورة تم الكشف عنه من طرف اللجنة المنظمة في حفل رسمي أقيم بالعاصمة البرتغالي لشبنة وحضره رؤساء الاتحادة الثلاثة تمتلك بلدان الثلاث كل الإمكانيات لتنظيم هذه الكأس في مختلف تجلياتها اللوجيستيكية والبنيات التحتية هدفنا واحد كما قال السيد رئيس وهو تنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ الفيفا وفي تاريخ كرة القدم الحفل تم أيضا خلاله تقديم صفراء المونديال المشترك أسماء كبيرة في عالم المستدير من ضمنها نجم الكرة البرتغالية كريسيان رونالدو أندريس إن يستا والعميد السابق للأسود نورد نيبت وإن شاء الله ستكون هذه الكأس ستكون أحسن نسخ هذا راجع للعلاقات التاريخية الجغرافية البرتغال أظهرت رغبة وطموحا كبيرين في نيل شرف ونحن سعداء للفوز بهذا الشرف ونتمنى رفقة المغرب وإسبانيا أن نقدم أفضل نسخة ثلاث دول قارتان وهدف وحد طموح مشترك لتنظيم نسخة يتذكرها التاريخ والأجيال القادمة وتقديمها في أفضل صورة للعالم وفي الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظهيرة اليوم انطلقت حملة تلقيح وطنية استدراكية ضد داء الحصب المعروف بيننا ببوحمر تابعنا أيضا في الظهيرة ضغط مروري يتأكد في ساعات الذروة في شهر رمضان الصورة والنموذج تابعناه في الظهيرة من الدار البيضاء ومن بين المحاور المكتدة الطريق إلى دار بعزة المصار قد يتطلب من المعرف مثلا نحو ساعة من سما المغرب يمنح الأمة حق إمجاز أو تجديد جواز السفر الخاص بالأطفال بالخارج هذا الإجراء سيحل الصعوبات المرتبطة بإصدار وثائق السفر للأطفال القاصرين من الوالدين المطلقين بصفة خاصة يلا باموس هو الشعار الرئيس لكأس العالم لسنة 2030 نيبت إنيستا رونالدو غيزلان شباك بودو حاكمي من بين سفرائي كأس العالم لسنة 2003 بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الظهيرة في موعدها الرمضانية الموعد الإخباري القادم بالفرنسية مع إحسان بنبل شكرا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة